سرق كبيري ده ابن المتحدة جدا ده أول إنتاج المتحدة ده أول إنتاج ده أول إنتاج وهنا كان فيه تحدي ما كانش فيه تخوف انه برضو مغامرة اتنين أبطال صحيح انه داش يعني عامل أكتر من حاجة حلوة الناس تحبه وعنده شعبية وكمان سام عمر عامل برضو حاجة في بلته كانت حلوة وعمل حاجة جميلة لكن برضو ان هم يبقى عليهم مسؤولية مسلسل هم في الكواليس كانوا حاسين ازاي أكيد طبعا كان فيه خوف فكرة انه هو في الأول ان انت في الآخر أول مسلسل ليك في رمضان بطولتك انت اللي متصدر البوستر انت ممكن عصام كان عنده تجربة بلته كانت على مناصة كانت على وطشة كانت نجحة جدا وحمد داشت كان عنده تجربتين قبلها بس فكرة رمضان ان طول الوقت احنا متعودين في رمضان دول النجوم الكبار بتوعنا ربنا يديهم الصحة اللي هيفضلوا فرحان برجوعه سازيح الفخراني جدا في عتلات البهجة طلطوا على الشاشة بس كفاية ففكرة ان انت في الآخر هتنافس النجوم دي وهتنزل وتبقى في منافسة فدي حاجة خوف ففي الآخر ان احنا كان طول الوقت عندنا ان احنا لازم نبقى قد الثقة دي ان احنا محططين في رمضان ان احنا نبقى قادرين على المنافسة دي ونبقى متوجدين وفي الآخر ان زي ما قلنا في منصات اللي هو الجيل ده اكتر اللي هو الـ 18 سنة والـ 21 سنة بيتفرجوا دلوقتي على المنصات يعني دا دايما هتلاقي واتشت